أقيم قداس إلهي في كنيسة الروم الملكين الكاثوليك في محافظة جرش شمال المملكة بعد غياب طويل لإقامة صلوات في ذات الكنيسة بسبب هجرة سكان المحافظة من أبناء الرعية ترأس القداس كاهن رعية المفرق وجرش الأبيان العوابده بحضور مختار آل حداد السيد فؤاد حداد أبو عامر والعائلة ومجموعة كشافة ومرشدات مطرنية الروم الكاثوليك أم السماق وقد رفعت الصلوات والأدعية لكي تعود الرعية كما كانت في السابق هذا وسوف يتم العمل على إعادة الرعية إلى جرش علما بأن الكنيسة التي بنيت عام 1925 من أقدم الكنائس في المملكة